ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت المواقف الجزائرية في مساندة الفلسطينيين على الأصعدة كافة مؤكدا عودة القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي وخلال استقبال أبو الغيت لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بمقر الأمانة العامة للجامعة أجرت طرفان مباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والإقليمية فضلا عن التحضير للقمة العربية القادمة التي من المزمع أن تستضيفها الجزائر يأتي ذلك فيما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأزمة الليبية حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور الهام والأساسي لدول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها